يا مساء السعادة يا مساء الخير اه اي حبيبي اليوم سننجح مع بعضين احبوشي بالفول السيا سأجبك اوى تحفا صدقوني كان راوعة انا جبت كبه ونصف من ديت فول سيا وهنقحهم بمية ايمت تقريبا نصف ساعة فقط لان نحضر ايضا حاجتنا حيكون الفول ايه باز شوية معنا حلوة اوى كده المية ديت هو مش بيشرب كتير حضرت طبقين من المشروم و قطعتهم بنفس الحجم ده ثلاثة فلفل رومي اخضر وبصلة كبيرة زي ما حضرتكم شايفين اولى على البصل النار كده عايزها تبقى شفاف مش هحمرها قوي هنزل بالمشروم الاول اقلب فيه شوية عشان كان في الفريزر هقلب فيه شوية يطلع المية ويشربها تامي هقلب فيه مش ايدي مش هسيبه عشان معلية النار خلاص هو كده شرب ميته هنزل بالفلفل الرومي مقطعه برضو رفيع قوي نفس المقاس بتاع المشروم عشان يبقى كله مقاس واحد وميبقاش حاجة كبيرة على الشكل عن بعضيها يعني هقلب فيه شوية بس كده دبل البصل الفلفل هننزل بقى بالفل السوية هنقلب برضو فيهم شوية خليهم يمتازجوا بالخليط كده هننزل بالبهارات انا جبت بهارات حواوشي من عند العطار بس تلعي تحرق شوية فمش هكمل الحياء كله حطيت بهارات كفتة برضو تديها نكهات حلوه وبرضو هحط حبه ملح وفلفل عشان الخلطة بتاعتنا كتيره هنزل بشوية ملح وشوية فلفل مش كتير هم ميطلعوش نص معلقة صغيره ودول حبه فلفل صغيرين اهمت عايزينو يطلع ايه حياءو حلو ويبقى فيه طعم جميل كده خلاص هي كده خلاص خلصناها نخش بقى على ايه الحواوشي بتاع البطاطس اه قطعت بصلية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين وحطت لها برضو زيت كويس قوي حلو ما تبقاش ناشفة كده احنا عايزينها تبقى غنية هي خلاص بقى تشفاف حلو كده هنزل عليها بتلات الوان من الفلفل اغدر واصفر واحمر هنقلبهم بس مش هدب يعني مش هسويهم انا عايزة بس ادبلهم شوية كل ما الخضار يبقى ناي شوية يبقى غزافي اه نفس المعاملة في الحياء هي هي برضو بتاعت الفل الصوية انا سلقت اكتر من نص كيلو بطاطس وقطعت مكعبات وحيقتهم بملح البهارات بتاعت الحواوشي وحبه من بهارات الكفتة ادت ناكهة جميلة وطعم جميل 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 وحبه تملح وفلفل برضو عشان الخلطة كتيرة على طرف المعلقة كده وحبه تفلفل اهمت هننزل بالبطاطس انا مقاطع مكعبات صغيرة بس برضو ههرس فيها بضهر المعلقة كده شوية عشان يبقوا ايه اقل سمك من اللي هما فيه دلوقتي على قد ما هقدر كده ههرس فيهم شوية الريحة بقى مش قادرة وصفلكوا الجميل بقى انا هرستها شوية وخلاص خلصنا الخليطين اللي عملناهم نوعين الحواوشي قطعت الريف كده بالجنب وهنملى سندوتشات بتاعتنا او العيش بتاعنا حواوشي حواوشي يا جماعة هوا اقتصادي النباتيين الصايمين هينفع في كذا فئة يا حبايبي هنملىهم ونخلص الفولوصوية الاول العيال انبهروا بجمال الفولوصوية كان طعمه روعة والبطاطس كالجميلة وحلوة بس ده غلب بقى الفولوصوية غلب غلب بصراحة يعني بس التانية كالجميلة خلاص احنا قربنا نخلص الفولوصوية خلاص اهو انا بدوس عليه جامد كده خلي ايه يمسك في الرغيف عشان مفيش كده كده مفيش حاجة تعمل ان شاء الله خلصنا ده اخر رغيف ندوس عليه جامد برضو كده ندوس عليه جامد برضو كده نخش بقى على الايه على حواوش البطاطس حاجة كلها غزة وكلها فيتامين وكيمة غزائية عالية بالخضر اللي فيها هنكمل بقية الحواوشي هما دول طلعوا تمانية ودول طلعوا تمانية تمان ترغيفة ودول تمان ترغيفة عايزة تزودي زودي عايزة تنقصي نقصي ده براحتك احنا جبنا الساك دوت وهنرص فيه واشل سترغيفة يلا ميرا بقى هتساعدني هتدهل العش من فوق زيت عشان يدينا بس لون حلو كده وهنزقوم في الفرن على بال ما ايه نكمل بقية الحواوشي اللي بقى احنا خلصنا كمية بتاعتنا الحلوة دي طعم وريحة وصراحة كان روعة سواء البطاطس او او الفول السوية كان جميل حشوة والبهرات بصوا بقى الجمال دي البطاطس ايه رأيكم بقى في الجمال الوان وريحة وطعم نخش بقى على الفول السوية ده كان غدانا يا حبيبي وما تنسناش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك وإلى اللقاء في الفيديو قادم اشتركوا في القناة